بداية مع بداية الشتاء لهذا العام أتغط جمعية قطر خيرية حملتها برد وجوع لغاثة النازحين واللاجئين السوريين في الداخل السوري وفي دول الجوار من ضمنها تركيا ولبنان والأردن طبعا بدأنا في الداخل السوري بتوزيع عشرة ألاف مدفأة شتوية تعمل على الكيروسين بالإضافة إلى خمسين ألف لتر الكاز طبعا المناطق التي تشملها الحملة هي مناطق ريف حما وإدلب وريفها وريف حلب وريف اللاذقية طبعا المواد الحملة هي من البطانيات والسلات الغذائية بالإضافة إلى المدافع الشتوية ووقود التدفئة طبعا حالة المخيمات هي حالة مؤسوية بالفعل كون هذه المخيمات مخيمات عشوائية دون تنظيم ودون أي مستوى تنظيمي طبعا حاليا نحن في صدد تقييم وضع المخيمات لدراسة ما هي الحاجات الأولية والضرورية أولا بأول ليتم رفع دراسات إلى الجمعية ليتم بعدها الموافق عليها وبإذن الله سنبدأ بالمشاريع الأولية والهامة فورا موافق عليها طبعا ضمن التوزيع لدينا أولوية المصابين والمرضى بالإضافة إلى الأيتام والنازحين ثم بعدها أولوية الفقراء والمحتاجين من أهالي المنطقة طبعا التوزيع تم ضمن المجالس المحلية وضمن الجمعيات الصغيرة المحلية في القرى والبلدات الصغيرة تم اختيار المدافع التي تعمل على مادة الكاز لماذا تم اختيارها؟ كيف تم اختيارها؟ طبعا كون الكاز هو مادة متوفرة في الداخل السوري متوفرة بكثرة وسعرها ملائم سعر التدفئة على الكاز بالإضافة إلى أن هذه المدافع جيدة للمخيمات وهي توفر حل أنسب لكثير من أهالي في الداخل السوري نحن هلأ موجودين بأحدى خيم النازحين من ريف حما مثل ما نكون شايفين الخيمة مجرد بطنيات ممدودة فوق الخيمة حتى تدفي الأطفال وهي ما تكفي أبدا أبدا نرجو من جميع الجمعيات والأخوة لفت الأنظار إلى أهلنا النازحين والمخيمات العشوائية في ريف حما أخي المخيمات في سوريا نوعين مخيمات تقع في الحدود السورية التركية ومخيمات في الداخل السوري بريف حما الشمالي وريف إدلب الجنوبي مخيمات الحدود السورية لكل يعرف وضعها أما المحل المأساوية هي بمخيمات داخل السوري التي تقع في ريف حما الشمالي وريف إدلب الجنوبي وحتى ريف حما الشرقي وريف إدلب الشرقي مخيمات وضع مأساوي هي من ناحية مخيمات تعداد خيام قليل بسبب وضع القصف في هذه المناطق فالناس لا تستطيع التجمع في نقطة واحدة كالحدود فمخيمات مفرقة لا تخدم حالة المنظمات من الناحية الإعلامية والتصوير الكذا فهي مخيمات منسية من قبل المنظمات الكبرى وجمعيات العاملة في الداخل السوري الناس في هذه المخيمات تعيش حالة مأساوية حقيقة أتت إلى هذه المناطق لا تستطيع الذهاب إلى الحدود بسبب الحالة المادية المنتهية خيامها صنعتها من البطانيات والشوادر البسيطة والعادية ليست كخيام الحدود السورية فهي خيام تغنيك عن البيت نوعا ما هنا الناس كما تشاهد تجلس فيه الأراضي بين الزيتون بين الشجر الزيتون خوفا من القصف تختبئ بين الأشجار ومخيماتها كما ترى يعني مخيمات يعني سبحان الله والله يعني تعجز المواشي يعني جلس فيها وهذه الناس مضطرة رغم عنها الجلس فيها التجلس هنا عم أمن أن نتحرى بلادهم هم مستعدون أن يجلسوا في دورهم تحت القصف وتحت الاحتلال وتحت الطيران وتحت كل مخاطر الحياة لأنهم ذقوا في هذه الخيام حياة يعني لم يعيشوها أحد من قبلهم يعني منذ ألاف سنين يعجز اللسان عن وصف حالة هؤلاء الناس فهم يفتقدون لأبسط مقويمات الحياة البشرية الكريمة الذي يعني لا أعلم ماذا أقول لك كما تشاهد يعني الصورة تكفي يعني الصورة تتكلم أكثر من أي متكلم أغلب الجمعيات العاملة في الداخل السوري تلتفت إلى وضع النازحين والمخيمات على الحدود السورية التركية دون الانتباه إلى المخيمات العشوائية الموجودة في الداخل في ريف حماوة وريف إدلب طبعا هذه المخيمات هي أشد حاجة وأشد فقر طبعا لدينا مثال هذا المخيم طبعا وضعه مأساوي جدا طبعا سنحاول في جمعية قطر الخيرية مد يد العون إلى أهل النازحين واللاجئين في الداخل السوري أينما استطعنا الوصول إليهم وفي كل أوقات إن شاء الله